زي هناك بس يا ماما زي الناس بسكوتي خالص أسكوتي لين شاء الله اللي أم بتقولي هو الصح على فكرة والحجة الجليلة موافقاني على رأيه صح يا حجة؟ صح لازم تروح وتعود هناك حتى ولو شهر وشهري ليه ما نوض على طول على طول إيه بس يا جماعة طب شغلنا وحياتنا شغل إيه؟ ناخد إلي لنا وبعدين نعمل أحلى شغل ولا أنت ناوي يعني تضلي شغلة عند الناس وحطين إيدهم عليكي بقولك أنت وهي أصدنا إن أنت خطوها من الشقة دي؟ هتتصدموها أكتر لما تقفوا في طبير الموظفين تستنوا مرتبكوا كل أول شهر مش هيحصل لأ هيحصل فالموضوع ده بالذات بقى ريتال عن ضحق حقق إيه اللي بتتكلمي في إنتي كمان؟ إزاي هنسيب هنا ونروح نعيش هناك؟ إحنا تربينا وعيشنا بشكل مختلف تماماً عن الناس دي الحياة هناك صعبة جداً ما حدش قال لك عيش زي يوم عيش بالطريقة اللي إنتي حيزت عيش بيها إزاي بس يا ماما؟ بحنا دلوقتي هنروح نعيش معاهم يبقى أكيد هنبقى زيهم هنروح يعني هنروح ماما نقص فأنا مش هروح أنا بقى هروح وأنا معاك يا كراميل أنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة هتعملي إيه؟ مش هتيجي ولا خالفة تبعدي عن حبيبي القلب؟ حبيبي القلب مين ده آخر؟ اتلمي اللي حنعمله دلوقتي أهم مليون مرة من اللي حيتعمل بعدين لأنه أخذ الحق حرفة مش لازم نفكر كتير ولا نجري كتير وإحنا بنضوع